بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان درس هذا اليوم هو المصحف فنبدأ بتعريف المصحف فنقول في تعريفه لغة اسم مفعول من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة ومنه الصحفي وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطأه في قراءتها أما اصطلاحا فقال العلماء في تعريفه تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى بناء على ذلك يظهر لنا أهمية هذا النوع ودقته فهو فن جليل دقيق تكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواه وينهض بأعباء هذه المهمة الحذاق من الحفظ كالإمام الدار قطني رحمه الله تعالى قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة تقسيمات كل تقسيم باعتبار وإليك هذه التقسيمات أولا باعتبار موقعه ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما واحد تصحيف في الإسناد ومثاله حديث شعبة عن العوام ابن مراجم صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم تصحيف النوع الثاني تصحيف في المتن ومثاله حديث زيد ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد احتجر في المسجد صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد ثانيا تقسيمه باعتبار من شئه وينقسم باعتبار من شئه إلى قسمين أيضا وهما تصحيف بصر وهو الأكثر أي يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نقطه ومثاله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه ابو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال فصحف ستا إلى شيئا القسم الثاني تصحيف السمع أي تصحيف من شئه رداءة السمع أو بعد السامع أو نحو ذلك فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد ومثاله حديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال عن واصل الأحدب القسم الثالث باعتبار لفظه أو معناه وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين وهما تصحيف في اللفظ وهو الأكثر كما في الأمثلة السابقة وتصحيف في المعنى أي أن يبقي الراوي المصحف اللف على حاله لكن يفسره تفسيرا يدل على أنه فهم معناه فهما غير المراد مثاله قول أبي موسى العنزي نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم وإنما العنزة هنا الحربة تنصب بين يدي المصلي الحافظ ابن حجر رحمه الله قسم التصحيف تقسيما آخر فجعله قسمين هما المصحف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط والقسم الثاني المحرف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط هنا سؤال هل يقدح التصحيف في الراوي؟ أجاب العلماء على هذا التساؤل فقالوا إذا صدر التصحيف من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد أما إذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفة ضبطه وأنه ليس من أهل هذا الشعن ما السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير؟ غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين ولذلك حذر الآئمة من أخذ الحديث عن من هذا شأنهم وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي أي لا يؤخذ عن من أخذه من الصحف أشهر المصنفات فيه كتاب التصحيف للدار قطني كتاب إصلاح خطأ المحدثين للخطاب وكتاب تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري في الشريحة التالية مخطط توضيحي لتقسيمات المصحف التي مرت بنا قبل قليل فقلنا قسمه العلماء ثلاث تقسيمات باعتبار موقعه وباعتبار من شئه وباعتبار لفظه ومعناه وكل قسم يقسم إلى قسمين اثنين باعتبار موقعه في السند والمتن باعتبار من شئه تصحيف سمع وتصحيف بصر وباعتبار لفظه أو معناه تصحيف لفظ أو تصحيف معنى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم